السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيب قلبي عاملين يا ربي تكونوك خير يا رب حبيبي دي رسالة الملايكة ليكم النهاردة الرسالة تشوفها في أي وقت بإذن الله هي لك لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت اسمع الرسالة بركز في كل كلمة لعله خير لك رسالة النهاردة بتقولك اتخذ فعل ايجابي يعني ما تفضلش قاعد زي ما انت كده وتقول انا يعني هوصل في الوقت ده من غير اي شيء انا هبقى كده كويس لازم تتخذ فعل اعمل شيء ممكن انت تكون مكسل على حاجة في شغلك او مثلا في ربح جايلك او في محكمة او في حاجة زي كده لازم تتخذ فعل يعني لازم انك انا تاخد قرار مهم تعمل شيء يخلي الشيء اللي انت عاوزه ده يضح يعني اجعل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل يعني لازم تعمل شيء اعمل شيء علشان خاطر الطريق يتفتح قدامك وتبقى حاسس كده إنك زي ما تقول راكب على حصان طاير وبتوصل لأهدافك بسرعة كبيرة جدا لازم تفعل شيء لازم تتخذ قرار لازم تشتغل زي ما بيقولوا بجدية لازم تكون داخل في جدية في عملك طيب فيه كمان رسالة على إنك بإذن الله هتنمو هتنمو نمو سريع جدا يعني أنت هتكون في إدراك ووعي وهتكون في توسع جايلك بإذن الله النمو جايلك جايلك وردد دايما وقول أنا أريد أن أوسع إدراقي ووعي في كل شيء حاول إنك تردد الحاجات دي علشان بتبقى ليك زي رسائل قوية جدا وفيها ليك نمو واسع بإذن الله وهتبقى على وعي كبير جدا في الأيام القادمة كمان فيه شيء أنت مخبيه أو فيه حد مخبي عليك أمر هنا مطلوب الصراحة إما منك أو من الطرف التاني يعني يا إما أنت عايز الصراحة من الشخص ده يا إما أنت مخبي على الشخص ده شيء وإنت خايف إنك تصرح به ولكن هي الرسالة أكدت دلوقتي إنك أنت اللي عندك الصراحة يعني أنت إنسان صريح مع الآخرين والآخرين هم اللي مش صدقين معاك ما عندهمش الصراحة لك يعني ما تحاولش تتوقع الصدق من الآخرين رسالتك بتقول كده ما تحاولش إنك تتوقع الصدق من الآخرين أنت صادق إلى حد ما مع البعض ولكن البعض مش صدقين معاك يعني ما تحاولش زي ما قلت لك تتوقع الصدق من الناس اللي حواليك ولكنك أنت بتستطيع إنك بتكون صادق دايماً باستمرار معاهم أنت صادق باستمرار وما بتتوقعش الصدق من الآخرين وده اللي جاي لك النهاردة إنك ما تثقش فيهم الثقة هتكون في نفسك وبس الرسالة جاية لك بالثقة في نفسك ومش في اللي حواليك أوصق في نفسك وفي صوتك الداخلي أوصق في حدسك حدسك هيرشدك للطريق الصحيح بشكل كبير جداً لأنه الملائكة حواليك وبتديك طاقة نورانية فالطاقة دي بتخليك ترشدك للطريق الصحيح عن طريق حدسك فحاول تتأمل كتير علشان التأمل بيجذب لك الشيء اللي أنت عاوزه وكمان بيفتح عندك نور البصيرة فبتعرف تثق في الناس أو لا بيخليك دايماً زي ما تقول كده ما تديش ثقتك لأي حد يعني مش كل الناس تاخد ثقتك من الآخر أنا مش عارفة أوصها لهالك بس التأمل الزايد في إنك نور البصيرة مفتوح عندك بيخليك دايماً صريح من جواك أبيض وكمان بيخليك تكتشف اللي حواليك إذا كانوا كدبين أو إذا كانوا منافقين أو إذا كانوا صدقين يعني إحساسك الداخلي هو اللي صح ثقتك في نفسك ثقتك في الله تأملك الزايد هو اللي بإذن الله حيجزب لك نور البصيرة لغاية عندك أنت كمان في غاية في دماغك أو شيء عايز توصل له فعل أنت فعلته خلقته لنفسك يعني أنا عايز أعمل الشيء ده فأنا عايز تعمل الشيء ده بأي طريقة عايز توصل للغاية دي بأي طريقة والشيء ده حيوصل وهتعمله بإذن الله أنت خلقت أو ربنا خلقك لفعل معين هتعمله يعني من الآخر لك رسالة في الحياة في شيء ربنا جعلك في الأرض علشان تعمله سبحان الله وده ما بيكونش الناس كتير ده بيكون لناس معينة زي الزوهريين وعمال النور والناس اللي هم ليهم رسالة في الحياة والناس الراقيين والناس يعني اللي ليهم رسالة ربنا باعتها لهم في الحياة فإنت بإذن الله الفعل اللي أنت تخلقت علشان تفعله ده هتكتشفه قريب جدا وهتعرف أنت إيه وفي ناس مكتشفة فعلا وفي ناس ماشية عليه وفي ناس بتعمله بس خليك عارف إنك لك شيء تعمله في الحياة دي ولازم تأديه لازم تأدي الرسالة كمان لك رسالة بالامتنان لازم تمتن وتشكر ربنا على كل كبيرة وصغيرة امتن للحياة امتن للفرص امتن للكون امتن للملائكة خلي امتنانك الأكثر لله وتقول الحمد لله على كل شيء في حياتك وباستمرار لأن طاقة الحمد بتجذب كل شيء أنت عايزه بإذن الله كمان فيه رسالة لك بإنه عندك طاقة سلبية فيه طاقة سلبية مؤثرة عليك ومش من بعيدة من قريب خالص والطاقة دي بتصيبك باستمرار لإنه عندك هالة مفتوحة طب الهالة المفتوحة دي أعمل إيه علشان ما تصبنيش فيها العين أو الحسد الطاقة السلبية الشديدة دي لازم إنك تحصن نفسك لإنك عندك طاقة نورانية هالة مفتوحة في قوة جذب بتجذب من كل شيء ومن كل ما كانت السلبي والإيجابي وقوة الجذب دي زيدة عندك جدا فحاول إنك تتحصن تحصين تام صباحا ومساءا وما تتركش أسكار الصباح وأسكار المساء مع آيات الحفظ والحاجات الجماعة اللي هي بتبعد الحاجات دي إن هي تتجدد أو تتعامل كمان رسالة للبعض بتقول ركز على الشيء الأساسي ركز على الأساس الأساس في قلبك الأساس جواك الإبداع والإلهام في داخلك أنت أنت تقدر تصنع كل شيء حلو تقدر تعمل كل شيء حلو ده بفضل الله لك عندك يعني موهبة خاصة من ربنا ربنا حطتها فيك وإنت تقدر تعمل الشيء ده وتفهم وخليك متفهم إن الخسارة للأشياء ما هي إلا فرصة لإنك تقدرها يعني هي فرصة إنك تقدر الأشياء اللي جايلك في الطريق لو إنت خسرت شيء دي فرصة إنك تقدر الحاجات اللي راحت منك وتقدر الفرص اللي جايلك في الطريق ركز على الأساس الأساس هو في قلبك إنت وداخلك إنت والموهبة عندك إنت حاول إنك تخلي الموهبة دي تطلع حاول إنك تبقى قوي القوة في دخلك يعني إنت ما شاء الله عليك تقدر تعمل كل شيء بس إنت خايف من جواك لا ما تخافش طلع الموهبة دي وإن شاء الله هتبقى حاجة كويسة في طريقك في الحياة يعني حاول تكتشف إيه هي موهبتك اللي إنت موهوب بيها وتقدر تستغلها علشان هي هتبقى وسلتك للرزق اللي جاي بإذن الله أنا كده يا حبيب قلبي خلصت الرسالة يا ربكم فدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة